موسيقى السلام عليكم ورحمة الله كان لدي سؤال عن الأمهات والبنات يعني التي بدأنا بعلاقات غير جيدة مع الشباب وهذا طبعا هو صحيح جاء سؤال ولكنه أصبح منتشر هنا وهناك وأصبحت القضية يعني تحتاج إلى توجيه وتنبيه هي بدأت كصداقات كما يقولون وأكيد كما قال الشاعر الفراغ والشباب وهي مفسدة للمرء أي مفسدة فتوفر عند هؤلاء الفراغ والشباب ومع الظروف التي يمرون بها بدأت العلاقات فنبدأ بالسؤال الأول أنه هل الصداقة مقبولة بين الفتاة والشاب طبعا أكيد غير مقبولة لأنه لو جينا لتعريف الصداقة ما هي الصداقة؟ الصداقة هي علاقة حميمة تقوم بين شابين أو بين فتاتين يعني بين جنس واحد وتكون يعني فيها تآلوف فيها مودة فيها إسرار لبعضهم البعض فيها توافق بالهوايات مثلا توافق بالآمال توافق بالآلام فيها نقل خبرات ممكن كمان لما يصير مشكلات أنه الطرف هذا يقف مع الطرف ذاك مثلا ممكن يربط على ظهره يمسح دموعه يهتم لآماله بعدين كثير مهم بالصداقة الخلوي البنت كثير بتحب مرات تجلس مع واحدة من رفيقاتها في جو هادئ يتبادلان مثلا الأفكار يتبادلان الخبرات مثلا ممكن تحكي لعن مثلا لكثرة التقارب بينه مع المشكلة بينه وبين إمه بينه وبين إخته يعني يسوء أنه تنتشر هذه القصة فتختار صديقة واحدة وتقول لها كل هذه الأشياء كتير صعب أنه تتوافر بين الشاب وبين الفتاة فمن أجل ذلك نحن نرفض مثل هذه الصداقات بعدين علاقة الشاب والفتاة تتطور بسبب الميل الطبيعي الذي يوجد بينهما فكمان هذا هو الخطر الحقيقي أنه تتحول إلى علاقة حب ولا يمكن أنه يكون بينهم زواج أو لا سمح الله تتحول إلى شيء خاطئ أو إلى انحراف مشرط أنه يوصل إلى المراحل النهائية لكن مجرد أنه يتطور هذا الوضع يكون البنت والشاب في خطر وفي علاقة لا نرتضيها هاي إذا كان منا الأولاد هاي يحد منها الأمهات والآباء لكن إذا الأم وقعت في مثل هذا وكانت شابة صغيرة وكان زوجة مثلا في السجن أو كان بعيد أو كان قتل مع من قتلوا فهنا تكون الخطورة لأن الأم هي قدوة بالآخر ومن الصعب أن نرتضي لها مثل هذه العلاقة فتكون كما قالت صاحبة الرسالة أنه الأم تحت المجهر الأم قدوة الأم مراقبة الأم إذا يعني تأثرت سمعتها تكون تأثرت سمعة عائلة كاملة فمن أجل ذلك يجب توجيه الكلام والتبه هنا كمان نأتي بقى لمسؤولية من هاي الأخطاء كلها نرجع لما قلناها المرة الماضية اللي هي مسؤولية المجتمع ولا يمكن أن نلوم فرد واحد أو نوجه فرد واحد فمن أجل ذلك يعني أنا أفتيت أنه يجب أن تكون النصيحة فرض عين على كل إنسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل إنسان لحتى نتدارك مثل هذه الأمور بعدين كمان يعني لو كان الهدف من هاي العلاقات الزواج يجب أن تكون كمان بحدود صاريمة يعني مو معقول نفتح الباب لكل شاب وكل فتاة مو معقول أنه فوراً نبدأ بالعلاقات والكلام لو كان القصد شريف من وراءه تكون بالأول على رأي أخواننا المصريين سكيتي يعني نكتفي يكتفي الشاب بمراقبة تلك الفتاة وتكتفي المرأة إذا كان يعني هي أم ويحق لها أن تخطب لنفسها ونوافق على هذه الطريقة لأنها معروفة بالشرع الإسلامي ودائماً نقول عن السيدة خديجة التي قطبت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تكون بحذر والأم تختار الرجل وتراقبه تتأكد أنه مناسب لها وبعد ذلك ممكن أن تتكلم معه ولكن تدخل في الموضوع رأساً مثل المرأة التي جاءت وعرضت نفسها على رسول صلى الله عليه وسلم فهي لم تداور ولم تبدأ بسلام وكلام ولقاء وموعد وإنما جاءت فوراً إليه وعرضت نفسها عليه وهو لم يماطلها وإنما فوراً صعب النظر فيها وأعطاها رأيه من جلسة واحدة فإذا بدنا مجتمعتنا تكون يعني بالصح ماشي بالصح وماشي بالطريق المنطقي فتكون على مثل هذه الطريقة ولا يكون فيها المواربة والأشياء التي تتم بالخفاء وتؤدي إلى فساد المجتمع فهي هي النقطة كمان أيضاً كان في رسالتها عن ابنها كان في رسالتها أنه ابنها لو طلب الصداقة ماذا تقول له أنه هي تحرص على توجيهه باستمرار وتوفر له الجوء البديل فأقول لا طبعاً أكيد هذا هو الحل هلأ هاي الرغبة ستبقى موجودة يعني لو أنت وفرتي له البديل وحاولت يصرفه عن صداقة الفتيات إلى صداقة الفتيات سيشعر ابنك بنقص ما لأنه بهذه المرحلة لن ترضيه إلا صداقة فتاة لأنه مثل ما إلنا أصبح بحاجة ملحة إلى التعرف على هذا الجنس الآخر والتعرف على أفكاره وصار يرضي أكثر أن يكون مع فتاة لكن ساهمي أنت أكثر وأكثر بالبديل واخترعي له أشياء طبعاً هاي الأشياء بدأت تكون من ضمن هواياته يعني ما بتقدري تجيبي له أشياء من فرق شاب بهذا العمر لا يكفي أن تلهيه لم يععد طفل صغير هذا الطفل الصغير نحن هيك نضحك عليه بأشياء بسيطة فينسى لكن الشاب لا نستطيع ذلك فتقربي منه واعرفي ما هي هواياته وإذا أردت أن تشغليه فاشغليه بهواياته الأصلية وكمان القرب من والده يمكن القرب من والده يساعده إذا دخل إلى عالم الرجال الحقيقي قد يجد هناك ليس ما يغنيه عن صداقة الفتاة لكن الشيء يرضي فيه أنه عقله تطور وأنه بدأ يكبر بالعمر فيمكن لو لقى ناحية علمية مثلاً أو شيء اجتماعي ممكن أن يغنيه عن التفكير بصداقة الفتيات نعم هذه طريقة جيدة إن شاء الله جاءني فيديو على الواتس أب أزعجني جداً جداً كان فقط أكيد يعني وصل لغيري كان سيارة تمشي والصورة تصور فقط الشارع الطريق وكان في بلد غربية ومرفق مع هذا الفيديو النشيدة المعهودة تبع بلاده العرب أوطاني من الشامي لبغداني وبعدها جاء تعليق أنه لم تعد بلاد العرب أوطاني بينما أصبحت بلاد الغرب أوطاني والبلاد الأجنبية أوطاني ومثل هذا الكلام فأنا أزعجني جداً وأقلقني هذا الفيديو يعني شعرت وكأن فيه ترويج لهذه البلاد الغربية يعني كأنه هي البلاد هي أفضل من بلادنا وكأنه الناس الموجودين بها كرماء وعظماء ويستقبلون الناس المشردين وبالبلاد العربية الوضع ليس كذلك هلأ لو جئنا نتكلم عن الحكومات سيكون الوضع شكل ولو جئنا نتكلم عن الشعوب سيكون الوضع يفسر بطريقة أخرى بالنسبة للحكومات نحن تحت حكومة واحدة وهذا الشيء معلوم هي حكومة أمريكا فهي التي تحكم العالم وكل شيء يحدث في أي بلد إذا لم يكن من ضمن مصالحة خاصة الأمور العالمية هي لن توافق عليه فبالآخر كل الحكومات في عدائها للإسلام واحدة هي لا تختلف فيها أي حكومة عن حكومة وطبعا بلادنا العربية كلها في تبعية لهذه الحكومات فكمان أيضا تحارب الشعوب الخيرة وتحارب الإسلام إذا أثر عليها وشعرت أنه يهدد عرشا فالحكومات في أي مكان ليست بأفضل من الحكومات العربية نأتي إلى الشعوب لما سافر السوري إلى هنا وهناك بدأ يتحدث عن الشعوب هذه الأوروبية والشعوب الأمريكية والشعوب الشرقية التي أحسنت استقباله ووفادته وابتسمت له وأمنت له المأوى طب كمان هذا الشيء يحدث في البلاد العربية لماذا ننكر ذلك؟ يعني إذا كانت بعض الشعوب العربية حاربت اللاجئ السوري وضيقت عليه وطلبت منه إقامة وطلبت منه إثبات وجود وطلبت منه أشياء ومنعت لم الشمل واللي خرج ما عاد قدر يدخل مع أنه إحيانا بيكون معه إقامة نظامية ويكون له بيت يخرج من البلد العربي لحاجة يأتي ليعود فيوقف في المطار ويهان ويا أما بعدين يسمح له بالدخول أو يرجعونه من حيث أتى هذه من تصرفات الحكومات أم تصرفات الشعوب؟ طبعا أكيد من تصرفات الحكومات فبالآخر الشعوب أينما كانت فيها خير وفيها دافع يجعلها تساعد وتغيث وتعمل أشياء كثيرة فالغلط بالآخر من الحكومات وليس من الشعوب والشعوب تتفاوت نرجع إلى الشعوب الغربي هل هذا الشعب أي شعب أو ربي كان أو أمريكي كان هو الآن يظهر الصداقة والترحيب بهذا السوري أو بأي جنسية أخرى تعرضت لما تعرض له السوري طب لو الحكومة أصدرت قرارا أو بالإعلام أظهرت فيه أنه هذا السوري شخص سيء أو شخص إرهابي هل ستبقى الشعوب هكذا؟ طبعا أكيد لن تبقى لأن الشعوب الأجنبية يلعب فيها أكثر من الشعوب العربية فكيف تثقون بها؟ فهي الرسالة التي أريد توجيها لا تثقوا بالشعوب الغربية ولو أبدت لكم الآن الابتسام والترحيب لأنه بالآخر هي ألعوبة في أيدي حكوماتها أنا أعرف كثيرا من الذين يقيمون هنا وهناك من قريب كنت أجلس مع واحدة معها الجنسية الأسترالية وأقامت هناك مدة من الزمن وما يزال أولادها يدرسون هناك تعرفت على كثيرين في كندا تعرفت على ناس في أمريكا تعرفت على ناس في أوروبا كلهم يقولون أنه الشعب حيث ما كانوا مغيب تماما هلأ نحن في بلادنا تاري الوضع أفضل نحن عندنا على العرب سات والنيل سات في بلادنا القنوات كلها مفتوحة لكن السوري الذي يعيش في ماليزيا أو يعيش في أمريكا ممكن للقنوات مفتوحة بالنسبة له حتى الأمريكي الأصلي الذي لا يتحدث إلا اللغة الأجنبية يكون في المدينة التي يعيش فيها طبعا معروف أنه أمريكا كبيرة جدا مساحتها كبيرة فيكون عنده في البيت الكابل المجاني هو بس الكابل تبع مدينته فما الذي يأتي بالأخبار تخيلوا أنه طلعت الأخبار عندهم مثل الأخبار عندنا في البلاد العربية نحن لما كنا صغار كنا نشكو أنه كانت الأخبار نصف ساعة كان هيك موعدة فكان تلت ساعة منها عن البلد اللي تصدر منه الأخبار عن الحاكم ذهب وعاد وسلم عليه فلان وفلان وفلان وبعث له برقية فلان وفلان وفلان وكان مضمون البرقية طبعا يقرؤون علينا مضمون البرقية لأنه هي أصيرة بس لما تكون عشر برقيات فتحتاج إلى سلثين المدة المحددة للأخبار بعد ذلك تبقى هالعشر دقائق تسرت فيها أخبار كل العالم العالم العربي والعالم الأجنبي والاكتشافات والاختراعات والأشياء الطبية فشوفوا معناته قداش حصة العالم من الأخبار الرئيسية تاري هاد نفس الشيء يمارس لأنه طبعا نحن بلادنا دائما فيه تبعية فطلع أخبارنا ليست حتى نحن نقرر كيف تكون وإنما نقتبس ما يكون في البلدان الأجنبية فلما يكون هذا الشعب في هذه المدينة هي هي الأخبار عنده فإذا أراد أن يعرف أخبار العالم مثل هاي المحطات المشهورة وكذا هاي المعروفة والبي بي سي وكذا فيحتاج للاشتراك بالكابل الرئيسي يقولون أنه هناك الاشتراك غالي جدا والحياة ببلادهم غالية وطبعا ممكن للناس أغنياء ويستطيعون عدا عن أنه الناس هناك دائما فيه شغل يعني يخرج الرجل أو الشاب حتى من الصباح حتى الفتاة لأنه هي تكون عاملة لكي تصرف على نفسها فلما تخرج بالصباح ما ترجع للمساء لم يعد عندها وقت لكي تسمع هذه الأخبار فبأكثر الأحيان لا تشترك بهذه الأشياء ولا تعنيها أصلا أخبار العالم ونحن سمعنا كثيرا عن أن الشعب الأمريكي مغيب ولا يعلم أي شيء ولما طلعوا السوريين إلى هناك جربوا مرات يعني يقولوا لهم سوريا أين سوريا من هذه سوريا من يحكم سوريا لا يعرفون بلاد كثيرة كمان أنا لما جربت سافر إلى بلاد الله الواسعة كثير مرات يسألوني مثلا أنه من أين أنت أو أذكر اسم بلدي أو أحيانا تجي سيريا نذكر مثلا بلد أخرى لا يعرفونها أين تقع هي في آسيا في إفريقيا في أوروبا لا يعرفون أصلا فضلا عن معرفة بأسياستها أو عدد سكانها أو الظروف الصعبة التي تمر بها فهذه مشكلة نعاني منها أنه هي التغييب الإعلامي عن جميع الشعوب الغربية التي أصبح السوري يعيش بينها نعم نتوقف قليلا وتخيلوا أنه حتى قبولهم لهجرة السوري إلى بلادهم كان لمصلحتهم لهم يعني من زمان لما فرانسا قبلت بهجرة الجزائريين إلى بلادها لماذا؟ كانت تحتل الجزائر وحتاجت إلى اليد العاملة يعني مثلما أمريكا حتاجت إلى الزنوج للعمل في أراضيها فمن هنا بدأت هجرة الشباب الجزائري إلى فرانسا في البداية كان طبعا الشاب الجزائري متدين لا يرضى أن تكون عائلته معه هناك فيذهب وحده مثل ما يأتي المصري إلى دول الخليج أو أي رجل لسبب ظروف معينة يأتي يذهب إلى بلد غنية فكان يذهب الجزائري إلى فرانسا يعمل هناك ثم يعود إلى بلده لكي يعيش عيشة أجود مما كانت حياته بعد ذلك لما ازدادت الشراسة على الجزائر وصعبت الحياة فيها فصار الذي يهاجر يأخذ معه عائلته بعدين أضطر إلى الحياة الدائمة كانت بالأول الهجرة مؤقتة بعدين أضطر إلى الحياة الدائمة وبدأت تظهر المشاكل عند الجيل الثاني والجيل الثالث مشاكل لم تكن موجودة عند الجيل الأول لأنه ذهب إلى هناك بعاداته بتقاليده بلغته العربية كان منعزل نوعا ما عن الحياة المختلفة هناك لكن لما أضطر إلى الحياة الدائمة اختلفت الأمور كثيرا أنا هي بقى الرسالة التي أريد توصيلها وهي التي جعلتني أتحدث عن هذا الفيديو أنه مؤلم جدا جدا أن يخرج السوري في هذه الظروف اللي احتدمت فيها الأمور واللي ما زال فيها القتل على شده بل بالعكس عم يزداد والبراميل والاعتقالات وأصبح المعتقل لا يخرج كما قاله إلا إلى القبر لا يسلم إلا جثه وهو يرسل فيديو يقول فيه أن والله الأجانب هم أحسن وهم أفضل من سبب ما نحن فيه؟ من من هو؟ هو هذا الغربي الذي يلبث ثياب الحضارة ويظهر لنا أنه والله هو إنسان جيد فيجب أن لا ننسى يعني هلأ المسلم اللي خرج الآن ما عد مقبول منه أن يعيش كما عاش الذي خرج قبل 30 سنة اللي خرج قبل 30 سنة يمكن يعني نقبل منه أنه ذاب وعاش في هذه المجتمعات واكتفى بأن يعمل بالدعوة إلى الله وأن لا ينسى الإسلام فأنشأ هنا مسجدا وهنا مركزا وساهم في يعني جمع المسلمين هناك وجعل لهم كلمة لكن الآن لا الآن لا يجب أن يخرج وهو صاحب قضية يجب أن يعمل لنصرة سوريا يعني أنت خرجت نفدت بنفسك بعائلتك بأولادك بالأموال التي استطعت إخراجها طب هل يقبل منك أن تعيش هناك عادي وتقول كمان فوقه أنه بلاد الغرب جيدة وبلاد الغرب متحضرة وتطلب الانتماء إليها لا لازم أن يكون لك أثر وبصمة واستمرار مع هذه الثورة في بقى حل يا أما يكون وجودك مؤقت وتعمل مع هذه الثورة ثم تعود في القريب العاجل إلى البلد بأي طريقة ممكنة أو تعود مثلا إذا خرجت من دمشق تعود إلى حلب يعني إلى الأماكن المحررة واللي فيه إمكانية العمل بها أو ندخل بقى في المؤسسات الغربية لكي لا تكون لنا كلمة يعني ما دام بعض الناس استطاعوا أن يأخذوا جواز هذه البلاد وأن يصبحوا مواطنين وهي البلاد طبعا تضطهد المسلمين كمان أنا سألتك قبل أن أقول وقرأت فوجدت أنه في أمريكا الاضطهاد واضح للمسلمين يعني كما يضطهد السود وما زالوا للآن مواطنين من الدرجة الثانية كمان المسلم ولو كان مواطن ومعه إقامة أو معه جواز أو هو أمريكي من 30 سنة ما زال يعتبر درجة ثانية وبالقانون يعني صح أمريكا دولة قانون فبتجي بالقانون بتمسك السوري بالقانون لكن الأمريكي ولا اليهودي ولا أي جنسية أخرى لو عمل نفس الذنب يتغاضون عنه فهنين بيجي بقولوا بالقانون حتى السوري مرات لساكنينك بيقول لي بالقانون دولة قانون أنا أشعر بالحرية ولكنها حرية مزيفة وأنا أصبحت أشعر أنه كما السوري يعيش الآن في دمشق ويظن نفسه آمن وما بيعرف إنت حيضت ضرب على دمشق كما كانت من قبل مدن أخرى آمنة نفس الشي اللي يععد بأمريكا بعد هذه الحرب الشرسة وبعد الحجد الأخير كل الممكن أصبح فيها الإنسان مهدد فأحسن شي إنه اللي معه جنسية يبدأ يفوت بالسياسة بالمؤسسات اللي معها الحلو العقد أن يصل إلى مجالسها مجلس الشيوخ مجلس الشورى البرنامان حسب كل دولة شو هو الشيء المؤسسة المؤثرة فيها وأن يكون له دور في نصرة أمته معلش لو هذا الموضوع أخذ خمس سنين عشر سنين عشرين سنة بس يجب أن نبدأ ولو بدأوا اللي كانوا من قبل كانوا فعلوا شيء وهي مؤسسة كير ليك تستطيع أن تصنع أشياء ولها تأثيرة في أمريكا لأنه واضبوا ودأبوا ومشيوا مع أنظمة البلد ومع قوانينها وأصبح لهم موجود ونريد أن نكون نحن هكذا أما شيء أنه نبقى والله مجرد لاجئين هنا وهناك ما يفرقوننا الآن أنا الصراحة أصبحت أخشى من هذا القبول يعني عمي قبل وخمسين بألمانيا وبالسويد مجموعة أخرى ومدري طب نحن هيك تشتتنا في بلاد الله الواسعة هذا شيء معروف من زمان لما يجوا يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا نفرق دمه بين القبائل لكي لا يستطيع أن يأتوا بالثقر أو يطلبوا دم هؤلاء فنحن الآن يفعلون بنا نفس الشيء وكل دولة تنظر لمصلحتها يعني بعض الذين هاجروا إلى السويد قالوا لي أنه الهجرة مو متل ما قالوا والله مفتوحة يلي معه مصاري ويستطيع وضعه في البنك هو من يقبل هناك ألمانيا كمان قبلت بس خمسين ألف بشروط كمان ليست مفتوحة فإذا كل بلد يشتتوننا ثم يقبلوننا بشروطهم هم فأين نحن وأين وجودنا يجب أن يكون لنا وجود فهذا هو رجائي ممن هاجر أنا لا أستطيع أن أقول لك لا تهاجر وإن كنت أتمنى من اللي صمد حتى الآن أن يبقى لكن هذا ليس الرأي رأي لكن الرأي بقى الراجح وأكيد رأي الفقهاء رأي العلماء رأي العاملين بالثورة رأي أن كل إنسان سوري يجب أن يكون له دور واضح وقوي وعميق وإذا لم تستطع أن تصنع أي شيء خلص أي شيء ممكن إنسان حك بس على شرط خلي أولادك يشعروا بالانتماء للسورية ما يدوبوا لأنه اللي ذهبوا من زمان يقولون أن الجيل الثالث خلص لا عد بده يسمع عن فلسطين ولا عد أي من أي مدينة هو جاء منها يريد أن يشعر بأنه ينتمي إلى هذه البلد وهو منها وثقافته ثقافته وكلامه كلامه وسلوكه سلوكه وهذا ما نخشاه على الإنسان السوري لأنه إذا حصل هذا خاصة بعد ثورات الربيع العربي فكل بلادنا العربية والحمد لله ضاعت كلها معا لأنه هذا أصبح مصر وتونس واليمن وبلدان أخرى كثيرة لحد الآن مع أنه نتأمل إن شاء الله أنه لسا المصريين مصممين واليمنيين مصممين ونحن أيضا السوريين مصممين وإن شاء الله نتأمل بالنصر وقد بدت بوادره مع هاي الموجة الثانية أذكر بي عنواني على الفيسبوك وأتأمل منكم المشاركة حتى بالرأي بالنصيحة بأي شيء أنا أقوله بهذا البرنامج لكي نكون جميعا يدا واحدا في هذه المحنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر